هذه شروط توظيف الأستيدة في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وقع الوزراء التربية والخارجية والمالية والمدير العام للوظيفة العمومية قرارا وزريا مشتركا يحدد شروط وكيفية توظيف أستيدة ومستخدمية المدرسة الجزائرية الدولية في فرنسا القرار الوزري الصادق في العدد الأخير من جريدة رسمية العدد نينوستين يحدد شروط توظيف الأستيدة والمستخدمين الإداريين فيما يلي أن يكون جزائري جنسية ومقيم بفرنسا أن تتوفى فيه الأهلية البدنية والعقلية أن تتوفى فيه المؤهلات التي يقتضيها منصب الشغل المطلوب ألا تحمي شهادة سوابق القضائية ملاحظات تتنافى مع شغل المنصب المراد الاتحاق به أن يكون قد حكم عليه بعقوبة مخيلة بالشرف أن لا يكون قد ارتكب أعمالا تموس بالسيادة والمصلحة الوطنية ويتم التوظيف في هذه المدرسة عن طريق الانتقاء بناء على دراسة الملف وفقا لإحتياجات المؤسسة بعد موافقة لجنة الخاصة المنشأة لدى صفارة الجزائر بفرنسا تحديد قيمة نفقات تمدرس تلميذ الأجانب في المدرسة وفي 6 سبتمبر صدر بالجريدة الرسمية قرار ويزاري مشترك بحدد قيمة نفقات تمدرس تلميذ الأجانب في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا القرار المؤرخ في 11 جوان 2023 والصدر في العدد 55 من الجريدة الرسمية بحدد مبلغ نفقات تمدرس للفئة المذكورة بالشكل التالي تعليم الإبتدائي 52,732 دينار جزائري تعليم متوسط 76,169 دينار جزائري تعليم الثانوي العام والتكنولوجي 105,165 دينار جزائري على أن يدفع مبلغنا فقط بعملة البلد المضيف وفق ساعة صف العملة الوطنية الذي يحدده بنك الجزائر بموجب القرار الوزاري المشترك ووقع هذا القرار كل من وزارة طربية الوطنية عبد الحاكم العبد شؤون الخارجية والجالية والوطنية بالخارج أحمد عطف والمالية على عزيز فايد تقدم المدرسة الدولية الجزائرية دروسها بالمجال لأبناء الجالية الجزائرية في فرنسا في حين يلزم تلاميذ الأجانب بدفع نفقات تمدرس سنوية تمنى أن يفيدكم الخبر لا تنسوا اشترك تفعيل زر الجرس وضغط على لايك شركوا فيديو التعامل فإذا نتقي في فيديو جديد